في مساحة 240 متراً سيشهد مركز النسيم الصحي بولاية بركة توسعة في مرافقه لواكب النمو المضطرد للمراجعين من خلال تقديم خدمات نوعية باستخدام أحدث الأجهزة وذلك عبر اتفاقية بين وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة لخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة والقطاع الخاص والمجتمع بدعم هذه التوسعة في مرافق مركز النسيم الصحي سوف تشمل توسعة مركز النسيم الصحي بإضافة أربع عيادات في المركز القائم الحالي وكذلك قاعات للانتظار للمترددين والخدمات العامة لهم توسعة هذه سوف تعزز من الخدمات المقدمة في مركز النسيم الصحي وكذلك سوف تقدم خدمة أفضل للمترددين والمراجعين هذا ينعكس على تقديم الخدمة الصحية للمراجع الاتفاقية تتضمن إنشاء ثماني عيادات تخصصية وقاعات للانتظار ومرافق عامة لخدمة المرضى والمراجعين مع توفير الأجهزة والمعدات اللازمة للتشغيل وهو ما يعكس عمق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لترجمة الرؤية الشاملة عمان عشرين أربعين جاءت هذه المبادرة بتوسعة مركز النسيم الصحي من منطلق حرصنا على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وهذه الاتفاقية تأتي وسلطنة عمان تحتفل بالعيد الوطني الواحد والخمسين المجيد للنهضة عمان المتقددة الاستثمار في القطاع الصحي ودعم المرافق العامة بالمؤسسات الصحية من قبل القطاع الخاص إسهام مباشر لدور هذه المؤسسات في المسؤولية المجتمعية من خلال تبني المشاريع ذات العائد والنفع العام الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الخدمية الشاملة تترجم أهداف رؤية عمان عشرين أربعين في دعم مسيرة التنمية الشاملة لبلاد وبما يعزز هذه الشراكة بشكل مستدام عبدالله بن عامر ألويهي من مركز النسيم الصحي بولاية بركاء محافظة جنوب الباطنة